كهاتم يوسف حياكم الله حياك الله دكتور سعيد جدا بأن تعرفت عليك وبأن وتيحت لنا هذه الفرصة لنأتي لنزورك ونسجل معك حياك الله دكتور وأهلا وسهلا بكم الشرف إن قامة سياسية ووطنية لحضرتك أهلا وسهلا بكم عادة في هذا البرنامج نبدأ من الطفولة ما يتذكره الضيف طبعا أنت أخبرتني أنك ولدت في عام 58 نعم 201258 نعم هنا في عمان ما الذي تذكره من طفولتك المبكرة دكتور كما تعلم الأيام السابقة يعني الإنسان لما وعي على حاله بعد الخمس سنين ست سنوات هي طفولة بسيطة جدا حيث كان كل شيء في الأردن بسيط لم تكن تلك الحضارة ولم تكن التكنولوجيا حتى التلفزيون ما كان في هذه الأيام كان مجرد راديو وإذاعات بسيطة جدا فكانت الحياة بسيطة جدا حتى الدراسة كانت بسيطة جدا درسنا في مدارس الحكومة وتخرجنا من مدارس الحكومة وكانت الحياة بسيطة ورخيصة ولكن لم كان في شح في الموارد وشح في كل شيء ولكن كان فيها راحة نفسية سبحان الله هذا بتقول راحة نفسية لأنك تقارن بينما آلت إليه الأمور فيما بعد صحيح صحيح دكتور صحيح هنا نشأتك كانت في هذه المنطقة من عمان في عمان نعم حتى أنا بحب أعطي فكرة عن عمان عمان لم تكن هكذا كانت عبارة عن مدينة كبيرة بحجمها وحدودها ولكنها صغيرة بعدد السكان لم تكن مأهولة بالستينات والسبعينات عمان بجزء لا تتجاوز المئتين ألف أو حتى مئة وخمسين ألف بني آدم في كل عمان التي ناو الأيام هاي فيها ملايين من البشر وأزمة السير زي ما أنت شاهد دكتور أنا أذكر في 72 جيت زيارة من الكويت كنا نحن مقيمين في الكويت جينا في 72 زيارة كان لنا أقارب في جبل الحسين جبل الحسين كان مزارع أبقار كانت فاضية مصبوط كان مزارع أبقار حتى لنا قريب كان عنده مزارعة أبقار هناك نعم دكتور هاي مزارعة الداخلية مية بالمية دكتور الأرض اللي احنا فيها هالسهاية كانت لجدي مملوكة كانت حصادها تحصد الزرع إلى الجنوب من بيتي من هون هاي قبل حواري خمس سنين كان يزرعوها قمح ومقاثي وبساتين اللي هي البساتين الصيفية اللي هي البطيخ والفقوس والبندورة البعلية كانت زراعات بعلية وكانت خيرات الله يعني المنطقة هاي من ماركة الجنوبية إلى المنطقة هاي اللي بسموها النويقيس والرواق والمدينة الرياضية هاي كانت فاضية ما فيها حد كانت مزارع وكان فيها الأغنام وكان فيها البدو الرحل لم تكن مأهولة كما نرى اليوم كانت الحياة بسيطة أنا من اللي طلعت على الحصادة على أيام جدي وحصدنا على الحصادة كانت الحصادة جاية جديد على الأردن استوردوها على ما أعتقد من بريطانيا هذه الأيام وكان لونها أصفر فطلعت عليها وخيطنا كياس القمح وزتيناهم يعني لما سبعين دنم اللي احنا فيها هسا كانت ترمي حوالي ميت كيس قمح وكانت الطحين نطحنه على المطحنة لم تكن هذه الثورة العمرانية والثورة التكنولوجية وصلت يعني أتذكر الوالدة الله يطوله بعمرها كانوا يعجنوا عندنا في البيت ونأخذوا إحنا صغار كان في فرن قريب من البيت نأخذوا على الفرن ويخبزون نياب الرجوع على البيت وكانوا يخبزوا كمان على الصاج أنا في حوارنا قبل ما نبدأ التسجيل ذكرت لي أنك تربيت في بيتي جدك نعم إيش ظروف هذه اللي خلتك تنشأ في بيتي جدك أنا كنت المولود الأول للوالد والوالدة الله يرحم الوالد جدي كان يحب أبويه لصفة معينة ولكن والدتي خلفت أختي مباشرة بعدها فجدتي الله يرحمها لأنه أبويه وحيد لجدي جدي كان مجوز خمس نساء فكان هو وحيد لجدتي فجدتي أخذتني وربتني فكنت قريب منهم ففي عدات وتقاليد وأمور تعرف دكتور كلنا يا بيوت محافظة الحمد لله كان فلاحين واللبدوا فنشأنا في الجمعات العشائرية والتعليلة والقهوة السادة وتنصت وتسمع للكبير يعني أنا أذكر لما جدي كان يقعد ويحكي ما فيش أطفال يكونوا موجودين كنت الوحيد بينهم كنت أروح وأجيب فرجين القهوة لهم وأنا اللي أصب القهوة ولكن عندما يتكلم الكبير صدقا يا دكتور الكل يصمت ولما كان يتكلموا ما كان يتكلموا لهم مدة طئيلة عشان يعطي مجال للناس الثانين فكان حوار زي ما حكينا بينهم كنت قريب جدا من جدي أثر فيك؟ نعم قير أثر فيه بطريقة التربية أخذت منه الهدوء كان يصنط ويستمع للآخر لم تكن عنده ردات فعل حتى لو ناس يجي عليه لا سمح الله وكتار في وجهه وغضب منه يستمع بقول جبوله مي اشرب فسبحان الله الإنسان إذا شرب مي يبرد خلقه فبقوله اشرب مي وصوله فساة إذا ما بدك كانت بيئة منتذينة؟ نعم جدي حج أول حجة إله بالأربعينات ويعني كان فيه باصات قديمة جدا يعني وأخذ جدتي معه الله يرحمهم كانوا يخذوا معهم في الباصات الباصات دكتور الوح خشب ليش إذا الباص غرز عشان حطوه تحت العجل حطوه تحت العجل عشان ما كانش فيه طرق معبدة ما كان فيه طرق معبدة جدتي كانت أحب أذكر هذه في تيماء اللي في المملكة العربية السعودية مدينة تيماء بتحبها جدتي فدائما بقول لها يا جدة ليش بتحبيها قالت أمي اسمها تيماء يا سلام فكانت فظلت هاي مؤثرة عندي أنا حتى لما نمر بالبر لما حجينا أنا والوالد والوالدة مر من تيماء أبويا بقول لي يا أبويا هذه اسم جدتي اسمتي ما بدنا ننام فيها فسبحان الله كل منطقة إلها ذكرى في الحياة هل تنتم عشيرتكم إلها انتدادات خارج الأردن أم هي عشيرة أردنية هي القبيلة إدعجة دكتور هي تجمع من عشائر تقريبا 54 عشيرة ممتدة إلى الكويت وممتدة إلى السعودية وممتدة كمان في بعض العشائر أتوا من مصر ولهم جذور في مصر وفي بعض العشائر في السعودية بس عشيرتنا الهملان نعم فينا بالكويت وفي القريات وفي الرياض كهملان في امتداد أنه هناك طب نيجي على موضوع المدرسة والدراسة نعم هل تذكر أنه في ناس تأثرت بهم في مراحل الدراسة المختلفة آآ أثروا في نشأتك في تفكيرك آآ يا سيدي أنا درس في مدرسة منصور كريشان ومنصور كريشان هو شهيد الجيش العربي في طرف فلسطين فهذه إلها وقعة فكنا في الطابور الصباحي طبعا يجمعونا وكل اسبوع كانوا يخلونا نقرأ الفاتحة عن أرواح الشهداء فهذه تركت يا سلام مدرسة حكومية نعم نعم كان مدير المدرسة آآ يا رب أذكر اسمه ولكنه أبو سامح التميمي ربما هو تميمي آآ تميمي نعم والدكتور ها السيد دكتور الله يطول عمره آآ عدي المفتي آآ هو من الكرك والدته على ما أعتقد شامية كان يدرسنا اللغة العربية والتربية الإسلامية هذا الرجل له فضل كبير يعني أنا لما بزوره ببوس إيده سبحان الله ولا يزال يعني لما يجيت أنا من أمريكا بعد الحادثة ذيك نتحدث عنها زارني فأنا لما أستاذي مدرسي يجيني خضعته إله هو الإنسان اللي بعد الوالد بعد الله عز وجل والوالد اللي تبوس إيده يا سلام هديك الأيام كان المدرس كم له احترام يا سلام يا دكتور ومقام بين الناس أنا أذكر لما كنا بالحارة صغار لما كان يمر هو نفسه الأستاذ عدي أبو عبد الله الله يطول عمره إذا بسمعنا كنا نهرب نهرب نختبئ عنه ويويننا ثاني يوم بالطبور الصباحي بنعمل هيك عشان إيش ما يشوفنا ولكن كان عنده من الحكمة ينادينا لما يكون هو موجود معنا بالحصة فبقول آه كيف كان الوقفا بارح بالشارع اللي بوقف بالشارع هذا شو بنسميه فإحنا بنخجل قال أنا أرفض إني أطلق عليكم كلمة ابن لا سمح الله ولكن أنتم أجيال المستقبل فنما فينا والله هذا كان يقولني أنتم أجيال المستقبل لتحرير فلسطين يا دكتور يعيش الرجل لا يزال وهو رجل متدين ووالده هو من أوائل الدكاترة في الأردن حتى أنا لحقت أبو الله يرحمه فأثر فيه الدكتور أبو عبد الله عدي المفتي الآن كل دراستك حتى الثانوية كانت في عمان نعم كلها في عمان سيدي فأي مدرسة ثانوية كنت في مدرسة منصور كريشان آه هي هي نصة نعم بعدين حوالوها لثانوية وتخرجنا منها الحمد لله يعني أنت درستيها كل المراحل كل المراحل نعم وكانت جميلة جدا يعني كانت تجمع آه ابن القرية وابن البادية وابن المخيم وابن المدينة فكان فيها خليط حتى إحنا الطلاب اللي تخرجنا منها ودرسنا مع بعض في بعض منهم لا نزال على التواصل بتصليم مع بعض بخلاف الأيام هذه والله يا دكتور كان فيه نوع من يعني حتى في بعض الأحيان بتلاقي ما هو تعرف كانت إياه مش حال الواحد بكون معه سندويشة جايبها من البيت شوها السندويشة خبز وزعتر وشوية الخبز محطي له إياها أو كان فيه عنا محل يبيع فلافل وحمص سندويشة كيرش كنا نشتريها فاللي ما كان معه كنا نكسم الرغيف بينه وبينه فكانت فيه تشاركية وألفة حتى في الحي نفسه في رمضان أنا بتذكر في قبل رمضان كان نعزم الحي كامل أنه أول يوم إفطار يكون عن جدي في بيت جدي جدك كان ميسورا؟ الحمد لله يعني كان فيه عنده الغنام والحلال وكان عنده محلات تجارية في المحطة وفي ماركة الجنوبية وكان هو بالأصل تاجر يعني لما قصة أحب أحكيها هو تاجر كان يتاجر بين الخليل قبل الاحتلال الصهيوني وقبل ما تروح فلسطين يعني قبل الثمانية وعربعين نعم كان يتاجر بين الخليل والأردن وسوريا حتى أنه عم يتزوج خليلية كان يتردد على مدينة الخليل نعم كثير كثير وكما تعلم مدينة الخليل خليل الرحمن مدينة جميلة جدا والناس اللي فيها فأخذ من طابع حل الخليل طب فيه توجهات سياسية معينة كانت لدى جدك أو لدى والدك أثر بها عليك والله كتوجهات سياسية هي نبعة دينية قومية عروبية إسلامية بدوية لحالها على الفطرة بالفطرة يعني بتذكر كان يستمع على صوت العرب كان عندنا راديو ومحطوط في غطاء جلد لونه بني ممنوع حد يقرب عليه يفتحوا على صوت العرب فكان يسمع على صوت العرب كان ناصريا لم يكن ناصريا أبدا كان ممتدينا لم يكن ناصريا ولكنه كان قوميا عروبيا إسلاميا يعني أخذ من كل أغنية زي ما يقول بيت شعر فلمها جميعا ولكن كان وحدويا ينادي بالوحدة العربية يقول ياريت لو هالعربي التحد وكان هاليهود ما جوا علينا باللغة البدوية الخالصة يعني في تلك الفترة فترة نشأتك كانت قضية فلسطين تشغل بالنس مية بالمية ما كانش فيه زي ما احنا ما شايفين لأيام هذه نحن وهم والله يا سيدي أنا بتذكر جدتي الله يرحمها كان دول مش اللي جابهم علينا والله ما جابهم غير الخوان علينا هي كانت تحكي وهي حجة ستة بدوية بالفترة ولكن لأنهم زاروا القدس كانت تقول لي يا جدي وجدي ممنوع اللي يجي من مكة لازم يكمل القدس روح يقدس اللي ما يقدس هيحجتهم مش مصبوطة كانت هيك وهذه أنا برأي رسخت في عقيدتهم أن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين الرباط سبحان الله رباط إلهي ولكن بالفترة الإلهية لهالناس الأميين البسطاء وجدوا أن القبلة الأولى هناك القدس أنا أذكر وأنا طفل في الخليل قبل أن نغادر الخليل ونذهب إلى الكويت كان في موسم الحج باستمرار يتدفق على الخليل حجاج تركيا وإيران والعراق هم مروحين يا هم مروحين أو هم جايين على الحج فمصداقا لما تفضلت به يعني كانوا يعتبروا أن الأماكن الثلاثة مرتبطة مية بالمية فكان عندهم الرباط بعدين ما كان في فرقي دكتور يعني بيقول لك أنا أروح على القدس أروح أشتري غراضي من القدس كأني راي على إربط خمسين كيلو للقدس ويقول لك يعني في ناس كان ينزلوا يوم الجمعة كان جدي بيقول لك كنا ننزل يوم الجمعة نصلي الفجر في عمان وبنصلي الجمعة في القدس وبنتبضع من القدس وبنروح فيعني كان الرباط ولا يزال خلينا نكون واقعيين هي بلاد الحجد والرباط جذورها ممتدة إلى فلسطين يعني هسا إذا زرعت شجر الزيتون أنت في فلسطين أنا متأكد جذورها رح تصل إلى الأردن وإذا زرعت شجر الزيتون في شمال الأردن أو في وسطه في الغور أنا متأكد رح تمتد إلى فلسطين رابط بين فلسطين والأردن رابط إلهي وعقدي وليس رابط بين شخص وشخص أبدا طيب الآن أنت عن نهاية الثانوية في أي سنة تقريبا بالثمانين والستين بالثمانين نعم إيش اللي خلاك تدرس الطيران سيدي إحنا قبالنا بالتسعة و سعبعين بالزلطة أنا خلص اللي قبالنا اللي هو المطار مطار ماركا مطار ماركا قريب من هنا لا إحنا أنا كنا ساكن في جبل أولاني آه ما كان ساكنك الأولاني نعم نعم يعني أنتوا كنتوا ساكنين مقابل المطار نعم في جبل الهملان فكانت الطائرات تنزل وتطلع وإشي غريب شوف الطائرات أكثر إشي أثر فيها كانت في طائرة روسية أقلعت بعد ما طلع شوي رد حده ووقف بسموه أبورت تيكوف ووقف الإقلاع وظلوا مكمل وهد بيت حدم بيت وأذكرها الحادثة تذكرها هاي للملك حسين الله يرحمه أخذ البنت وتبناها عنده فهديك ظليتني أتسائر طيب ليش طلع وليش رد هده فكان في خطأ منه حس بعد ما تعلمت الطيران وعرفت إنه طيب كيف ليش أنت تطلع بعدين ترد تنزل فهاية هي اللي أثرت فيها يعني صار عندك فضول فضول وبرضو الطيران ممتع يعني ما تشوف طيارة حجم كبير على الأرض تمشي كمان شوي طيب كيف طلعت شو هالأجهزة اللي داخل كيف يطيروها شو هالعلم فصار فضول وهو قدر الله بالنهاية متى بدأ هذا الفضول عندك والله من الثالثة عدادية يا مدري وانت بتراقب هالطيارات في المطار فحطيت أبدا بعكس والدي والدي كان بدي تدرسني هندسة مدنية يعني بدنا ياك تدرس هندسة مدنية ونشتغل ولكن سبحان الله عكسته بدون ما يعرف ترى ولما عرف زعل مني وقطع المصروف عني لفعت رى يعني هو من فكرك تدرس هندسة مدنية وطلعت بدون درس هندسة طيران فأنا هناك ما قدرت أخبع عن والدي والدي كان سنت انت فيين درست درست في سينت لويس أول شي درست في مينسوتا أمريكا يعني انت مجرد ما خلصت التوجيهي طلعت على أمريكا فورا من حول على حسابك لا والله حساب الوالد حساب الوالد ولكن كانت أيامنا دراسة سهلة صحيح ورخيصة يعني من زي الأيام هاي أنا بتذكر كانت الساعة الدراسية أنا درست بجامعة حكومية 11 دولار وهذيك الأيام كانت دولار 30 جارش يابا لاش يعني نقول 3 دنانير 4 دنانير فكانت يعني سهلة وميسرة والحمد لله طيب خلينا نتكلم عن مراحل الدراسة هاي أول شيء ورحت فين منسوتا ورحت منسوتا خلص بري انجينيرينج بعدين دورت بري انجينيرينج هذي يعني علوم علوم عامة اللي هو تحضيري الهندسة بنوخذ فيها الرياضيات والكيميستري والكيميا والفيزياء علوم كم مدتها هذي سنة ونص تقريبا هذا زي يمكن قريب بالأيلة في بريطانيا في النظام الإنجليزي تقريبا يؤهلك لدخول الجامعة لا لا سيدي هو ساعات دراسية محسوبة نعم نعم بعدين انتقلت أول ما طلعت سيدي طلعت على بوستن أحب أحكيها القصة هاي على بناء ندرس لغة إنجليزية لما رحت كنا في الكلية ولا كلها أجانب ليبيين وإيرانيين كان أيامها لسه الحرب الشاة كان موجودة لا والله كان فيه إيرانيين بعد الإطاحة بحب الشاة بعد الإطاحة وسعوديين وكويتيين طيب أنا جاي أتعلم لغة إنجليزية بتعلم لغة عربية فسألت هاي مشكلة معظم مدارس اللغة في الخارج نعم ما بتعلمش اللغة فشو عملتنا دكتور سألت للمدرسة وكانت ست محترمة قلت لها أقدر أنضم لهاي سكول قلت لي ليش قلت لها بدي أدرس لغة إنجليزية فقط لا خير فأخذتني وقعدة ثلاث شهور في هاي سكول درست فقط إنجليزي يعني بتدرس المواد باللغة الإنجليزية لا بتدرس لغة إنجليزية فقط موادهم اللي هي بالهاي سكول زي بلانتير بعدين قدمت التوفل فانجحت بالتوفل وقدمت للجامعة في منسوتا وانقبلت على السرية بعدين انتقلت إلى سينت لويس سينت لويس يونيورسيتي اللي في إلها كلية اسمها باركس اير كاليج أوف ايروناتكس هاي أول جامعة طيران أو كلية طيران أسسها اللي هو المهندس والطيار اسمه باركس باركس فسموها باركس اير كاليج أوف ايروناتكس أوف سينت لويس كان إلها مطارها لحالها والكامبس لحالها وكل شي لحالها هذه كانت في سينت لويس ميزوري والكلية كانت شرقي نهر الميسي سيبي ريفر اللي هي بتيجي بإيست سينت لويس جاي بولاية ثانية بألونوي طيب هذا الانتقال في سين مبكر شو كان عمرك 20 سنة يمكن تقريبا إلى أمريكا وتغير البيئة عليك ما كانش صادم بأي شكل ولا تعقلمت بسهولة لا لا صدقا يعني تعرف دكتور كانت لغتنا الإنجليزية مش هديك اللغة القوية يعني احنا أول ما درسنا بالمدارس الحكومة بالصف الخامس وإي بي سي ويس ودز وهاي يارديهم كنوا نارفها كنوا وقعين عشان يك أنا اتجهد أنه أروح لهاي سكول أدرس فيها اللغة الإنجليزية الجامعة اللي درس فيها في مينسوتا اسمها بيميجي ستيت يونيفرسيتي هي بتيجي برضو من منابع الميسيسيبي ريفر في شمال أمريكا وهي تقريبا على حدود كندا قريبة من وينيبيك كندا كنت العربي الوحيد فيها يجي شاب من لبنان الله يسهل عليها والله ناسي اسمه ما قدر يضلوا لأنه بتنزل الحرارة 30 تحت الصفر يعني باردة جدا وهي على بحيرة بيميجي اللي ينصب منها نهر الميسيسيبي حتى السكن اللي كنا فيه عشان تروح على أنا كنت داخل الحرام الجامعي كان تنلز تحت الأرض يمشي فيه بتروح على الكافتيرة بتروح على السيديو تيونيون بتروح على المكتبة بتروح على الحصص كل آياتها مربوطة بشبك يعني شوفها النظام هذا الحكي عندهم لهاي الجامعة ببنية من السبعينات ومن السيديونات حتى فعملوا لها اللي هو البنية التحتية تبعتها من هذه الأيام فكانت متعة إنه من الصحراء دفعة واحدة رحت على بوستن على تشارز ريفر وهالحضارة اللي ما شفتها ولكن سبحان الله دابت تقبلتها بكل سهود طب من الناحية الاجتماعية والدينية ما صار عندك مشاكل أبدا ماشا الله الحمد لله الحمد لله صارت معي حادثة بطرف في كان الإفطار جانا رمضان كان إلي ابن عم اسمه محمد كان يدرس هو بجنوب منيسوتا وأنا بالشمال وكان رمضان كان عندي بريك اسبوع فسعبت حالي ونزلت عليه كان معي سيارة كان الإفطار الشمس تقيب حوالي على العشرة بالليلة دعش بالليلة كان رمضان بدأ يجي في الصيف وقتها نعم فأنا حل الإفطار ميلت كان مكدونلز مكدونلز ما كان شون مكدونلز على الهايوي بتلاقي له قارمة ويلة فصفيت فمقد وأنا جعان أكلت 13 بيج ماك أحد هلا بتذكرها فتفرجوا عليهم بتقول لي أنت وحش هي مش عارفة قلت لها أنا صر لي لا يقل عن 18 ساعة I'm fasting I'm fasting فتقول لي Are you a Muslim قلت لها يوس طبعا هذا الحكي أيامها ما كان في عندهم عنصرية والحلو في منسوتا ما كان في عنصرية أه بتذكر يعني شغلي كمان أه دكتور برضو أنا رايح جاي بحب عمل ترافل لما يكون عندي بريك أنا مرة واحدة جيت عن عمان خلال تواجدي هناك بس كل فترة دراسة ما جيتش إلا مرة واحدة إلا مرة واحدة فدخلت على مطعم ففي الطفل صغير ولا صغير مع أمه فبقول لها مامي إز هي يا نيقر هل هو هذا عبد لعنه إيش ما في عندهم بالشمال الأمريكا ديك الأيام كلهم بيض كلهم بيض بتقول له مامي no he's not a نيقر he's only he has a dark skin تخيل له وين يعني لحدها تسهاي أنا بتذكره فبتقول له I'm sorry we don't have colored people here ما في عنا إحنا أشو ما قلت له it's okay أنت بتروحي بتأخذ صنتان تصير زيلون نفس ديش طيب خلينا ناخد فاصل قصير ثم نستغنف الحديث بعد الفاصل إن شاء الله بدي أرجع بيك لقصة 13 بيج ماكس هاي البنت اللي بتبيع سألتك هاي حدثة ثانية دكتور هاي سألتني أنت بالظلط يعني معناته أنهم كانوا بيعرفوا المسلمين والإسلام سألتني قلت لها كنت أنا صايم لا يقل عن 18 ساعة قالت لي ليش صايم ما بتعرف قلت لها إحنا أنا مسلم الإسلام إحنا بنصوم فإيش بتقول لي بتقول لي إحنا صيامنا غير صح إحنا بنقدر نوكل كل شي إلا مشتقات الدهون للأغنام وشغلات زي هيك فكانت بتقول لي يو أر منسر وحش يعني هيك لأنه ترافلينج كنت أنا بسوك وحوالي لا يقل عند 400 ميل قدامي فلما وصلت كنت تعبان وجعان ما صدقت والله يا دكتور كأنها منسر حسر يعني أنت بتأكل البيج ماكس وبتتخيل منسر آه شو أنت أزوي آه في الفترة اللي أنت عيشت فيها كان في مسلمين طلبة مسلمين معك في الجامعة لا سيدين بالنسبة لا آآ منيسوتا لا كنت لحالي آآ كان معي شاب آآ من لبنان قاعد فترة بسيطة جدا آآ وقلت لي لأنه حرر الحرارة كانت تنزل بسأكل حال هذه كانت فترة مؤقتة سنة وشوية بسنة وشوي بعدين انتقلت على سينت لويس آآ سينت لويس فيها مسلمين آآ طبعا وفيها كمان حتى أمريكان مسلمين وكان فيها مجمع إسلامي في سينت لويس نفسها مركز إسلامي فبيئة أريح نوعا ما أريح وبتلاقي فيها يعني خليط من الأمة الإسلامية آآ العيد بتلاقي ناس بتعيد عليه صلاة العيد بتريحك بتروح انت بعيد عن أهلك وبعدين أيامها التليفون بدك ترفع الصوت حتى يسمعوك وبدك تحجز دور حتى يسمعوك أهلك فكانت نقلة نوعية بالنسبة لي ولكن تركت لي أصدقاء في منسوتا لا أزال لا أزال لحد هذا الوقت أنا على تواصل معهم من الطالب اللي كانوا درسوا معك ولا من أهل المدينة من الطلاب اللي كانوا درسوا معي من عائلة يعني أنا بذكر المدينة اللي أنا كنت عايش فيها اللي هي بيميجي كان عدد سكان كل المدينة هي عبارة عن قرية 45 ألف فهي كانت ميلي معمولة عشان الجامعة بالصيف تعرف الأمريكان كل واحد بروح الجامعة كلها ما بتلاقيش فيه 200-300 تفضى فتفضى فبتحس بتحس بالوحدة فبتحاول إنك تشغل حالك في أي شيء وأيامها لا ستلايت ما فيش إلا تلفزيون أمريكي ما فيش شغلات فكنا نشغل حالنا أنا كنت أروح مثلا بحيرات منيسوتا فيها 15 ألف بحيرة الله أكبر آه نعم بسموها وكتشفوا لسه أكثر يعني كنت أحب أروح أكتشف مثلا في عندك اللي هي هاي للهنود الحمر الأصليين هدا الأمريكان البيض قليل جدا يدخلوها ليش ما بعرف هل هو خوف هل هو رعب من الهنود ولكن أنا عملت معهم ناس بسطاء جدا ولكن عندهم إدمان على على شغلات ثانية أنا أحب نذكرها كنت أحب أخطلط معهم أشوفهم كيف عايشين ممكن من البؤس والشقاء اللي هما فيه ولكن كان مدفوع لهم كل شي يا دكتور اللي لاحظت وأنا هناك اللي بسموهم الإيمش إذا سمعت عنهم أيوة هذول حياتهم حلوة هذول عندهم تعدد زوجات وبداية جدا تخيل ما بيأمنوا بالكهرباء ولا بيأمنوا بالسيارة كنت أحب آه بعدين أنا وأنا بالكامبس أروح تستأجر تشقق برا فكنت أروح أقضي حاجاتي مثلا من الخضرة واللحمة ومشتقات الألبان من عندهم فكان كلياتها هوم ميت بعملوها بيديو أريد أنا أذكر شغلة هون ناس كثير بيعلق على الحجاب الحجاب الإسلامي لو راحوا هناك ما علقوا لحظة على الحجاب الإسلامي يعني كلهم حجبات كلهم حجبات بعدين من الدين المسيحي اللي هو كلهم بناتهم وولادهم كلهم أبدا وبعدين على السنة النبوية مربي لحية ومحافف الشنب سنة النبوية نعم طيب لما انتقلت إلى سانت لويس نعم شو اللي بدأت تدرسه تحديدا طيران ولا هندسة طيران هندسة طيران سيدي ولكن هلأ خلال الفترة هاي في بسموهم فبلشت أدرس الطيران موازي للهندسة آه يعني انت أصلا رايح تدرس هندسة لكن أضفت لهم طيران لا أنا رايح أدرس طيران بس أنا قلت أضيف معلوماتي خليني أوصص سعيد راكي أكثر فدرست الهندسة لأنه الوارد يعني هو عادة الواحد لما بصير طيار بروح بأدرس بس طيران صح؟ مية بالمية مش مطلوب أن ندرس هندسة لا فأنت جمعت بين الأمرين نعم فدرست الهندسة ومين وقال معها كنت أطير في نهاية الأسبوع الويكند عشان ما يأثر على دراستي فخلصت من الثنتين مع بعض برا للأجو مع بعض أخذت شهادة بالهندسة وشهادة بالطيران من نفس الجامعة نعم وكانت جامعة قوية جدا خلال الفترة هذيك اجوا شباب من الإمارات يعني كانوا بالعشرات ومن السعودية كانوا بالعشرات كان يعني استثمار في الطاقة البشرية كانوا يبتعثون لدراسة الطيران نعم هندسة الطيران يعني بجزء من كل ستين سبعين واحد ناس بكمل وناس بتأخر ولكن في النهاية الستين يتخرجوا وانا هذا برأيه هو استثمار بالطاقة البشرية اللي احنا بحاجة إلها بالعالم العربي والعالم الإسلامي ولكن الاستثمار الصحيح استثمار بالطاقة البشرية ولكن أين نحن الآن يا دكتور الآن بتقول لي إنه والدك اكتشف فجأة أنك لا تدرس الهندسة المدنية هذه قصة طويلة وإنما تدرس الطيران طب شو عمل معك قطع عني المصروف ولكن الوالدة تعرف سبحان الله الأم الأم دائما فحاولت أبويا صديق لي فحاولت يا أبو يوسف بعدين هذا هندسة أنا ليش درست الهندسة كمان عشان أورجي إنه أنا درست هندسة أنت بدك هندسة بس أنا بدي أدرس اللي أنا بدي أياه فقطع عني المصروف أنت درست الهندسة له وطيران لك أيب يعين عليك بالضبط فقطع عني المصروف فبلشت أنا كانت مدفوعة الرسوم الجامعة وكل شيء وماشي في الجامعة يعني بس بدك مصاريف الحياة مصروف الحياة هاي أذكرها لا أزال أذكرها فمظلش عندي شيء معي سيارتي وعندي بيتي ودافع للأجرة فدورت لقيت 20 دولار كانوا أحسن 20 دولار في حياتي انزلت على على السوفر ماركت اشتريت تجاج واشتريت لحدها لا بدكرها وزهرة وبطاطا وبندورة عميق مقلوبة وكان البنزين رخيص يعني كان القلون دي نلق دولار ونص دولار وتسعين وحطيت دولارين أو ثلاث دولارات ببنزين بسيارتي ومشيت ثاني يوم اللي أنا كان حسابي في كهوكيا بنك جنب الجامعة كانت المدينة اسمها كهوكيا ولا بيحكم معي تليفون على الأرض بيقولولي يوها فماني ترانسفير فرم جوردن صالحك اه سلا فحكيت معه مع الوالد قال لي لا يا بويا أنا الله يوفقك واتكل على الله وهاي رغبتك أنا ولا ممكن أقطع عنك بس أنا حبيت أنه أورجيك أنه أنا زعلت قلت أنا برضاك أهم من كل شي بدك أرجع على حندزة مدنية قال لي خلصنا عادي أنت بعد المشوار هذا بدك أرجع حسنها حندزة مدنية كم مدة الدراسة كانت حوالي أربع سنوات سيدي في سن أندروز ولا كله على بعضه كله على بعضه كله على بعضه أربع سنوات نعم نعم يعني أنت رحت بالتسعة وسبعين فضلت ل الثلاثة وثمانين ثلاثة وثمانين روحت بالثلاثة وثمانين كنا مطلوبين لخدمة العلم هاي قصة حلوان الحب وأنك كنت مطلوب بس مأجل عشان الدراسة طبعا فتعرف الواحد جاي من أمريكا وشارعته طوالها سطمع صبعنا فكانت مكتب التعبئة العامة في جبل التاج فأنا أخذ دفتر الخدمة وطلعت عشان أأجل ولا بقول لي الرائد اللي هناك قال لي هيثة للشهور قلت له لا أنا بدي روح أخدم بكرة كان صايد لي بس أسبوعين جاي من أمريكا قال لي الناس بيتأجل قلت له أنا بدي أخدم وأخلص لأنه قدامي مستقبلي آه أنت طلبت أنه خلص يودوك على الخدمة أبدا فورا وهذه فضل من الله يعني هذه هذه دخلت كمكلف دخلت كمكلف في سلاح الجو دخلنا ودخلنا سلاح الجو وكنا آخر دفعة كانت دفعة 22 في سلاح الجو كانت آخر دفعة لنا نخدم في سلاح الجو البقية دربوهم في المعسكرات الخارجية يعني هذول بيسموهم الشباب اللي منغيين شوية بدربوهم سلاح الجو فبدكر المدرب بعدين صرناه صحبا قالوا من مين جايبنا الشعرات هذول هالسا على الصفر بدنا نقصلك إياه طب بالفعل أخذونا وحلقونا على الصفر حطوني طبعا الثكنة العسكرية عملوني عريف حول أنت الآن مهندس وطيار نعم ولما بتدخل مكلف يعني عليك هل يستفاد من ذلك نعم نعم هذه جزئية كثير يعني الله يسهل عليه العميد عمر صنقرط خليلي خليلي هو كان آمر المدرسة الفنية هي كانت مدرسة فنية تدرس هندسة الطيران هاي اللي في ماركة اللي في ماركة فبعد ما خلصنا كل شيء إجا توزيعي أنا طلبوني أدرس في المدرسة الفنية بس لازم أروح أخذ دورة في كلية الملكة حسين الجوية في المفرق لمدة ثلاث شهور على طيارة الفايف عندي شهادة منها فأخذنا وكان آمر الكلية هديك اليوم هديك الأيام إسماعيل حسونا طب أنت بنفع دارس طيران مدني لا ما طرت أنا درست درست هيكل ودرست لغة إنجليزية الأحداث كيف بصير دكتور انتقلت رحت على الكلية بدل ما أقعد ثلاث شهور قاعدة سبع شهور كانت متعة الشباب اللي هناك صارت ألفة يعني كان الله يسهل عليه إسماعيل الكردي وكان فيات زعر حيل كان بالآمر الهنقر فكنا نشتغل على الـ F5 كنا كويس فيها كنا نروح الأربعة والخميس الأربعة مساء الخميس والجمعة والسبت والأحد ندوم يعني ثلاثة أيام قاعدة فهنا الشباب في مطار ماركة استطولوا بعده كتاب قال يا عمي الرجل هذا بدنا إياه يرجع لعنه فارجعت على المدرسة الفنية كان الله يسهل عليه الهجس عميد هو تقاعد الله طول عمره عمر صنقرط العميد عمر صنقرط وكان كامل أبو رمان الله يذكره بالخير أستاذ كامل أبو رمان كان أيامها نقيب فقال لي أنت بدك تصير تدرس إيرفريم وبدك تدرس لغة إنجليزية في المدرسة فدرست لغة إنجليزية كل هذا كمكلف؟ كمكلف كمكلف نداني الله سهل عليه قالوا لي شو رايك تدخل كنظامي قلت لهم والله أنا طيار إذا بدخلونا طيار بسلاحة جو ما عندي مانع قالوا لا كمهندس قلت لهم لا بدي أضني كطيار هذه جزئية كثير والله يذكره بالخير العميد عمر صنقرط فعدني فيها من ناحية كيف توظفت في الملكية فيا سيدي خلال تواجدي في وبندرس أنا بخلص بـ 19 بـ 27 سبع وعشرين تسعة الـ 85 بخلص الخدمة خمسة سبعة طلبوا طيارين للملكية وأول شرط طلب أنه يجب أن تكون منه الخدمة تكون خادم الخدمة العالم حتى يبلوك في الملكية نداني الله سهل عليه عمر صنقرط خلال هذه الفترة أنا ما كنت عامل للكوفيلانسي اللي هو معادلة شهاداتي مع شهادات الطيران نداني يا عمر بيك الله سهل عليه قال لي يا ابني بالجريدة وأنت طيار لحق حل قلت له يا بيك أنا لسه مكلف قال لي يا ابني الحلال روح دبر حالة قلت له بس أنا لازم أروح على الأكاديمية ولازم أقدم كمان امتحانات وهاي بدها أربع شهور ونص الامتحانات قال لي روح واتكل على الله شوف كيف بني آدم لما يكون توسن فيه الخير فروحت على الأكاديمية كان عيسى قندح هو المسؤول عن الأكاديمية وكان فيه التشيف قالت له رئيس الطياري اسمه سامرز كابتن سامرز إنجليزي فأيجي قل لي لا تحكي لهم لا مكلف ولا إيشي لأنه مكلف ما بقدر أطيع العسكري فعطيتهم شهادات الأردنية قال لي عيسى قندح بالحرف الواحد الله يسحل عليه قال لي انت لازم تعمل ريفريشر كورس أربع شهور ونص بكلفك حوالي ستمائة سبعمائة دينار سامرز لأنك صالك سنتين متخرج بالزبط سامرز كابتن سامرز حكى معي بالإنجليزي شابني قلت له أنا معي الهندسة قال لي تقدر تاخد تست قلت له طبعا هسا بأخذه وقال لي لا خذ الكتب ادرسهم وكمان أسبوع يرجع لنا وبدو يعمل لك اختبار وخلص فأخذت الكتب درستهم نفس اللي درسته في أميركا ارجعت اخذت امتحان وانجحت فيه هسا لازم كمان اخذ امتحان مع وين مع سلطة طيران المدني اللي هو واخدته وانجحت فيه وطرت بس ساعتين هذا كله دكتور كل هذا المدة خمسة أيام سبوع أبدأ أسرع إنت معك شهادة هندسة الطيران ومعك شهادة الطيران أيهما أفضل واحد يشتغل مهندس طيران ولا يشتغل طيار 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 أفضل أقل ما فيها ترى خلق الله عز وجل تطيره بين السماية والله تسبح الله يعني بالليل لما تعتمها الكوكبت ما بتشوف إلا هالنجوم تطير فوقها المحيط وتدخل فيه تسبيح الله عز وجل من قعر المحيط اللي فيه الحوت والسمك والخالق ثم تصعد رويدا رويدا تدخل فيه تسابيح يا دكتور لا يعلمه اللي الله يا سلام يا ما دخلنا فيها فوق المحيط الهندي والمحيط الأطلسي فيها روحانيا فيا سيدي هنا هذا على المستوى الشخصي نعم لكن على المستوى المهني أيهما أفضل والله كله مكمل لبعض مكمل لبعض الطيار لا يستطيع أن يطير الطائرة بدون المهندس والمهندس لا يستطيع أن يصلح الطائرة بدون ما يحكي له للطيار شو فيها عطل فكل ياتهم كالجسد كل إشي بيكمل الثاني ولا حد يقدر لكن كونه أنت عندك الشهادتين أو الدراستين بيعطيك أيج يعني بيخليك عندك أدفانتج قرنة بغيرك نعم إن شاء الله أنه شبابنا بيسمعونا خصوصا المهندسين لما كنت أكتب لهم شغلة على اللوكبوك لما تكون معنا شغلة يخربانا بالطيارة بيكتب لهم إياها وبيقولوا أنت بتسهل علينا أيوان بقول لهم أنه الشغل الفلاني يعني بعطيك مثلا على سبيل المثال طيارتنا 787 آخر طيارة إيجتنا كنا طايرين طيارة جديدة كنا طايرين من عمان لشيكاغو فوجدت أنه أحد المحركات على ما أعتقد أنه محرك رقم اثنين درجة حرارة الأكزوست 25 درجة مئوية أعلى من فدغري التصنم على البيس قلت لهم شباب إحنا عنا كله بالساتيلايت تقول لهم نوت درجة حرارة الأكزوست اي جي تي أعلى قال هس وصلنا لأن الطيراتها مراقبة بالساتيلايت مع بوين قال هس وصلنا المسج من بوين أنه في إشي غلط بالمحرك عشان هيك درجة حرارة أعلى من 25 يعني بوين بتراقب الطيارة نعم نعم أبدا 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 الشركة الصانعة هذا سيستم جديد وهذا طائرة دكتور فيها يعني حتى لو أنتم ما اكتشفتوش الخلال هم يكونوا بخشفون أبدا إذا السويتش إذا بتغيره عندهم خصوصا الطائرات الجديدة اللي صنعت حديثا بعد 11 سبتمبر اتصالات عبر الأقمار الصناعية مع القاعدة ولكن الشركة الصانعة الأم عندها أكثر اللي هي شركة بوين طبعا مفروض أنه هذا يعني يحل كثير من الغاز الموجودة في حوادث الطيران يعني لحد الآن صدقني دكتور حوادث الطائرات أكثرها خطأ بشري نعم الطائرة مدام حلقت في السماء حتى لو راح محرك عندك محرك ثاني بتهبط فيها هي أهم لحظة في لحظة الطيران هي الإقلاع بدك تشيل هالجسم هالثقل هالوزن عن الأرض فبدك كل قوة موجودة في المحرك تستخرجها حتى ترفعها بعد ما ترفحها خلص هي تطير كالشراع ما بدك إلا قوة بسيطة جدا تدفع الطائرة خلال الهواء يعني أكثر طاقة بتستهلك هالطائرة وهي وهي تقلع نعم ولكن عند الهبوط أنت لا تستخدم من المحرك بجوز عشرين في المية من قوة المحرك أما عند الإقلاع لما تكون طيارة فل بدك مية في المية للمحرك وذلك تطلع بالتدريج وببطء نعم فتخيل لا سمح الله راح عندك محرك فأنت خسرت قديش خمسين في المية من قوتك قوة المحرك من قوة طائرة الدافعة للطائرة فأكثر إشي ليس الهبوط الكريتيكال اللي هو المنطقة الحرجة اللي هي لحظة الإقلاع هي أكثر إشي حرجة بالطائرة طيب الآن معناته اجتستى الامتحانات بوقت بزمن قياسي وعينت لا يا سيدي اللي صار روحي تقدمت في الملكية كان الكابتن جهاد رشيد الله يذكره بالخير وكابتن عوني شركسي هسه بتذكره كان هو مدير التدريب لا يعلموا إني أنا إيش مكلف لازل في الجيش قدمنا بجوز 300 طيار كانوا طيارين فكانوا بدهم 12 واحد فجبت الأول جبت 96.5 عليهم على الدفعة كلية فإجا اجتمع فينا بعدين درجونا تعرف دخلة الواسطات وإشي درجونا صرنا 24 واحد فاجتمع فينا الكابتن عوني يعني حتى في هذه الأمور في واسطات الدخول ولكن ليس التدريب والله يا دكتور بصراحة يعني صدقا تدخل على رأس وعيني أما عند التدريب صدقا الشبابنا بيشتغلوا يعني يعلمونا أنا قاعد مدرب قلعا 18 سنة قلعا الخدمتي علمونا بطريقة أنه أرواحنا ساية صحيح مسؤولية كبيرة بتدخلوا يا سيدي ولكن يا ما ناس دخلوا وما زبر فاجتمعنا مع الكابتن عوني وبعد ما خلصوا كل شي قال بكرة بتروحوا على شؤون الموظفين أيام كانت شؤون الموظفين في الدوار الأول في جبل عمان عشان تكملوا إجراءات التعيين ومبروك يا شباب طبعا قدمنا إحنا امتحال لغة إنجليزية جبت فيه 15 من 15 والإنتربيو جبت على ما أعتقد فيه 32 ونص أو 33 والله يا ناسي وعملني للطيارين سلاح الجو جبت فيه 48 فالتوتال كان 96 ونص فكنت الأول على الدفع الشباب روحوا أما أنا قاعد هي تعرف شاب صغير واشي روحوا رديت رجعت كانت سيكرتيت الكابتن الله يسهل عليها اسمها صباح لحدها لأنه أحداث هاية ترسخ في العام ما بنساهل واحد فقلت له بدي أشوف الكابتن دخلت عليه ما بعرفني قال لي يا أنت اللي جبت الأول قلت له أنا عندي مشكلة قال شو مشكلتك تلو مشكلتي إنه أنا مكلف قال شو جاي تسوي عندي هون مكلف بس أنت مش فهمت منك إنك كنت على وجهك إنك تخلص ممنوع سيدي لازم أخذ شهادة التسريح وأنا لسه بـ 27 9 بس ولكن خلينا نرجع بالحادثة اللي لما أنا رحت على التكليف أولها قلت له بدي أدخل هسة هاي اللي فادتني فرجعت قال لي قوم خلينا نروح على رئيس دارة العمليات الجوية الكابتن جهاد رشيد الله يذكروا بالخير أبو يزن أنا بحترمه بقدرهم كلهم أظلم علميني ولهم فضل بعد الله عليه استقبلنا وقعدنا قال له يا كابتن الهملان مكلف لسه عسكري قال شو جاي تسوي عندي وان يا ابني عكل أحوال مبروك نادو للسكرتيرا كانت اسمها يا رب الذكرة أخت مسيحية ناداها قالها تكتب كتاب الدورة الجاية الدورة الجاية المية يا دكتور بعد سنة هو أول واحد يدخل عشان نحفظ له حقه لربما تغيرت الإدارة يكون محفوظ حقه ويفتح له ملف أنا صدقا يعني زي اللي هيك ردت فعل إنه صحابي وزملاي متعطت اه متعطت وروحت رحت على السلاح رجعت داوم الثاني يوم إلا بقولولي في لك تليفون من البيت كانت أيام تليفونات أرضية السلك بنمده من هنا إلى 20 متر والله رنيت ردت علي الوالدة وانا تقول لي يا يم في بنت اسمها صباح من الملكية حكت معك تليفون احكي معها والله دغري يا دكتور وروح على الله يسحل عليه أبو رمان كامل أبو رمان هو الكلمة سؤول عني قال لي هاي جاهزة روح شوف شغلك طبعا لابس عسكر روحت عالبيت لحد هسه ما بعرف شوفي وسعبت حالي وروحت على مطار الملك عليها دخلت عليها وانا تقول لي انا بدي الحلوان قلت لها شو ما بديك بشري قالت لي اتأجلت دورتكو لتسعة عشر عشرة انا اميت اخلص بعد انتهاء انا بخلص بسبعة وشرين تسعة وبواحد عشرة اخلص ليش قال بتسعة عشرة خلال الفترة هاي اجت دورة من ليبيا والكابتن جهاد رشيد اخذهم وانتوا اخركوا لو ربما اخارها عشاني سبحان الله فدغري خلصت انا وتوظفت بعد ما خلصت باسبوعين لو انا رديت على الرائد تبع التكليف ثلاث شهور كرحت علي والله كان بدك تستنى سنة كاملة سنة كاملة سبحان مقدر الامور سيدي سبحان الله العظيم نرجع يا سيدي هذا على فكرة كان ربما كان المطار الملكي علي يعني لسه جديد تقبيبا قادلوا كم من سنة أبدا ما صلوا السنتين اه ايو ايو اه لما دخلنا طبعا عشان للأوائل اخذوا كمان العشر الأوائل دخلونا طرن الطيارة رايستار وكان الطيارة رايستار هي السابقة عادة سيدي كوكبت تبعتها اه زي كلها فكانوا بيحكوا بالملكية انه هذا ما بطلوها ما بطلوها الا الجي اارز تتذكر مسلسل الجي اارز تبع شو اسمه هذول دلس تبع دلس تبع دلس فهذول الجي اارز هما اللي بطلوها فالكابتن جهادر شيد الله يسحل عليه والكابتن عوني قالوا خلينا نجرب طيارة هاي تكنولوجيا جديدة خلينا نجرب على الينج جنوريشن ايوة بدل ما يحرموكم منها بالعكس بدهم يجربوه بدهم يجربوه طبعا هو طول عمرها في الملكية دكتور تبلش من الطيارة الصغيرة وتتدرج سفن تو سفن و سفن أو سفن بعدين بتروح للطيارات الجنبو جيت كانت وتراي ستار فوقع تراي ستار كانت متقدمة اكتر من الجنبو جيت نعم كتكنولوجيا اي تراي ستار تبعت لوكهيد لوكهيد هما صنعوا منها انا ما اعتقدت ماتين وتسعة ثمانين طائرة حول العالم بس طائرة جميلة جدا طائرة لوكهيد ما هي شركة حربية فلما صنعتها صنعتها بطريقة يعني حتى الوينغ تبعها وتويستد مش زي وبعدين فيها سيستم ضد المطبات الهوائية بسمو اي سي اس اكتف كونترول سيستم يعني كانت جميلة جدا جدا الطائرة فدخلنا يا سيدي وتدرجنا دخلت فيها فلايت انجينير خدمت تقريبا سنة ونص سنتين فلايت انجينير هذا بعمل بطيرش الطيارة لا سيدي هذا بس للسيستم انت بتراقف بتراقب بترافق الطاقم عشان تشرف على الانظمة لا بتشغل السيستم كل السيستم من اير كونديشنينج لا هيدروليك سيستم لا 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 كل شي بس ما بتخوض الطائرة لا هيا هسا وقفوها الفلايت انجينير بعد ما اخترعوا تو كوكبيت كرو اوه ما عاد الان في ما في فلايت انجينير يعني اخترعوا الاي كام اللي هو استغنوا عن الفلايت انجينير كلياتها كمبيوترائز الطيارة بتشتغل يعني احب تريح طيب راح نرجع للترايستار في حديث اكثر لكن في الحلقة القادمة ان شاء الله ان شاء الله حياك الله هيا يا دكتور حياك الله